وأما شروط لا إله إلا الله فقد استقراء العلماء استقراءً من الكتاب والسنة وعدوها ثمانية شروط جمعها بعض العلماء المتأخرين في بيتين في بيت ثم جاء من زاد عليه بيتاً آخر وهو الذي ذكره الشيخ هنا ولذلك يحسن بطالب علم أن يحفظ هذين البيتين علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها هذه كم؟ هذه سبعة قال من زاد لأن البيت الأول بيت مستقل والثاني زاده بعض أهل العلم قال وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأوثاني أو من الأشياء قد أولها فهذه ثمانية شروط الشرط الأول العلم ومعناها العلم بمعناها وتقدم الكلام على معناها وأنها لا معبود حق إلا الله جل وعلا فيجب على المسلم أن يعرف معنا كلمة التوحيد وينافي العلم الجهل والثاني الإخلاص تعفوا والثاني اليقين ومعنى اليقين أن تطمئنا وتستقر في معنى هذه الكلمة بقلبك فلا يكون عندك أي تردد ولا شك ولا يقين ولا تردد ولا أدنى شك يقال يقن الماء إذا استقر وطمئنا في موضعه فالمراد أنه لا يكون عندك شك في معنى هذه الكلمة ولا في مقتضى هذه الكلمة والثالث من شروطها الإخلاص ومعناها أن تخلص عبادتك لله جل وعلا فلا تشرك مع الله شيئا فمن أشرك فقد نافى إشراكه إخلاصه وقد نقضى إشراكه إخلاصه فيكون كافرا بالله جل وعلا لأنه لا يمكن أن يجتمع التوحيد والشرك فإذا جاء الشرك زاحم التوحيد لأنهما متناقضان تماما فلا يجوز أن يكون أحد كافرا مسلما ولا مشركا موحدا لأنهما متنافيان أشد التنافي إذا جاء هذا طرد هذا والشرط الرابع من شروط لا إله إلا الله الصدق ومعناها أن تقولها صادقا من قلبك ليس أن تقولها بلسانك وقلبك يكذب بها وبمعناها كما هو حال أهل النفاق والشرط الخامس المحبة وضد المحبة الكراهية فلا بد من محبة هذه الكلمة ومحبة مقتضاها فمن كرهها أو كره مقتضاها وهو دين الإسلام وما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام فقد كفر ولذلك قال العلماء من كره شيئا مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر فهذا من نواقض التوحيد ومن نواقض كلمة التوحيد ولذلك يجب أن تحب التوحيد وتحب الشريعة ولا يجزك بحال من الأحوال أن تبغض منها شيئا وإن كان ثقيلا على نفسك فيجب عليك أن تحبه ثم تنقاد إليه وهو الشرط السادس الإنقياد لهذه الكلمة وهو معنى الاستسلام لكلمة التوحيد قال تعالى وَمَن يُسْلِمْ وَجْهُهُ إِلَى اللَّهُ وَهُوَ مُحْسِنْ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى والعروة الوثْقَى هي كلمة التوحيد فلا بد من الإنقياد لهذه الكلمة وضد الإنقياد الاستكبار عليها والتعاضم عليها فلذلك من ترك شيئا مما دلت عليها هذه الكلمة من طاعة الله ورسوله فهو مستكبر على التوحيد السابع القبول لها ومعنى القبول الرضا الذي ينافر رد فلا بد أن تقبلها وأن ترضى بها وأن ترضى بما دلت عليه قال تعالى وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُ أَمْرًا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم وَمَنْ يَعْصِلْ لَهَ وَرَسُولَهُ قَدْ ظَلَّ ضَلَالًا مُبِيْنًا الشرط الثامن الكفر بالطاغوت المنافي للإيمان بالطواغيت أو ظن أن الطواغيت صحيحة أو أنها يمكن أن تكون صحيحة ولذلك من وحد الله وآمن بالطاغوت فقد كفر بالله جل وعلا لأنه لا يمكن أن يجتمع الإيمان بالله والإيمان بالطاغوت لا بد من الكفر بالطاغوت أولاً ثم الإيمان بالله ثانياً كما دلت على ذلك أدلة الكتاب والسنة قال تعالى والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها ثم قال وأنابوا إلى الله ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت والنصوص في هذا الباب كثيرة قال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله تعالى رواه الإمام مسلم في كتابه الصحيح